أعلنت حركة حماس تسليم مصر ردها على الإطار المقترح بشأن التهديئة في غزة وجاري مناقشة التفصيلات على كافة الأطراف الفنية كانت حركة حماس قد قامت بتسليم ردها حول الاتفاق لمصر وقطر وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة وتعملت حماس بحسب بيان للحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام وإنهاء العضوان على الشعب الفلسطيني وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمارة ورفع الحصار عن قطاع غزة وإنجاز عمليات تبادل للأسرى والمحتجزين هذا وقد ثمنت حماس دور كل من مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العضوان الغاشم على الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر